يبدو أن الاتهامات التي طالت منظمة الصحة العالمية ورئيسها تدرس أدهانهم بشأن فيروس كورونا ستطول كذلك بعض فروع المنظمة وممثليها الإقليميين ففي العراق يتحدث ممثل المنظمة العالمية أدهم إسماعيل عن تراجع معدلات الإصابة بالفيروس في البلاد على الرغم من اعترافه بأن الوضع الصحي في العراق ليس تحت السيطرة ويضيف ممثل المنظمة في العراق أن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة بغداد أسهمت في منع انتشار الوباء داعيا إلى استمرار هذه الإجراءات حتى العبور من نفق الأزمة كما أن العراق بحسب ممثل المنظمة استطاع زيادة نسبة المتعافين من الوباء بعد اعتماده مزيجا من بروتوكول العلاج الذي اعتمدته الصين وذلك الذي اعتمدته إيران الأمر الذي دفع ناشطين عراقيين إلى التساؤل عن السبب في استمرار تسجيل الإصابات والوفيات في كل من الصين وإيران طالما أنهما نجحت في مواجهة الفيروس وفي ظل ما يؤكده المتخصصون ويقر به مسؤول حكومة بغداد من انهيار وترد في الخدمات الصحية في العراق يأتي ممثل الصحة العالمية ليكون ملكيا ربما أكثر من الملك نفسه كما يقولون فالرجل يشيد بالمنظومة الطبية في البلاد زاعما أن العراق يمتلك تخصصات طبية للطوارئ لا يوجد مثلها في أغلب دول المنطقة وبعيدا عن التصريحات التي يرى البعض أنها قد ترتبط بمصالح سياسية يشير مراقبون إلى ما نشرته وكالة ريترز للأنباء نقلا عن أطباء مشاركين في إجراء الفحوص ومسؤولين في وزارة الصحة في بغداد إذ أكدوا أن العراق لديه آلاف الإصابات المؤكدة بالفيروس وهو أمر لا ينسف فقط الأرقام الحكومية المعلنة بل يكشف ربما عن شبهات فساد في المنظمة الدولية وعدد من مسؤوليها اشتركوا في القناة